السلام عليكم جميعا مؤخرا في بيعين كتير على أمازون وخصوصا اللي بيبيعوا في السوق الأمريكي وصلهم إيميل من موقع علي بابا الإيميل ده بيقول أنه هيكون فيه ضرايب على المشتريات بتاعتهم اللي من موقع علي بابا ورائحة للسوق الأمريكي وبالفعل لحظه هم بيشتروا من موقع علي بابا أنه فيه ضرايب مضافة على إجمال تكلفة البضاعة وبعد كده بفترة بسيطة وصل إيميل تاني من علي بابا بس المرة دي الإيميل ده للناس اللي هي بتشتري من علي بابا وبتبيع في السوق البريطاني أو الأوروبي الإيميل بيقول نفس الكلام علي بابا هيضيف ضريبة القيمة المضافة أو الفات على المشتريات اللي هي رايحة لبريطانيا أو أوروبا طيب إيه الحل؟ وإزاي نقدر نتفادى موضوع دفع الضرايب على مشتريات البضاعة بتاعتنا من علي بابا؟ أول حاجة لازم نكون عارفينها إن الضرايب دي سواء الضريبة اللي هي مطبقة على المشتريات اللي رايحة للسوق الأمريكي او ضريبة الفات اللي هي مطبقة على المشتريات اللي رايحة للسوق الاوروبي كل درايب دي المفروض اللي بيتحمله هو المستهلك النهائي وقت شراه للمنتج مش المصنع ولا التاجر احنا في الحالة بتاعتنا كبيعين بيبيعوا على امازون نعتبر تجار مش المفروض ندفع الضريبة دي في علي بابا بس طبعا لازم نثبت لعلي بابا اننا تجار مش مستهلكين علشان نقدر ناخد اعفة من دفع الدرايب دي اذا رجعنا للإيميل اللي وصل من علي بابا وارناه بالتفصيل هنلاقي الموضوع اوضح بيقول هنا اننا نقدر ناخد اعفة من دفع الدرايب دي اذا كنا تجار او بقيع جملة او حتى مصنعين بنشتري قطع او مواد من تجار علي بابا ونستخدمها في التصنيع وعلشان ناخد الاعفة دي لازم نقدم على حاجة اسمها علي بابا ده هو البرنامج اللي عامله علي بابا علشان تقدر تقدم على اعفة من دفع الدريبة دي ده للناس اللي هي بتبيع او بتبعت المنتجات بتاعتها على السوق الامريكي بالنسبة لأوروبا وبريطانيا هنتكلم عليهم كمان شوية المهم علشان نقدم على برنامج الاعفة ده لازم يكون معانا البيانات دي التاكس اي دي نمبر او الرقم الضريبي وكمان مطلوب مننا السيلز تاكس بيرمت او الريسيلر سرتيفكيت اللي هو تصريح ضريبة المبيعات او شهادة الريسيلر او اعادة البيع وبيقولك بمجرد التأكيد على البيانات دي مش هيكون مطلوب منك دفع اي درائب على المشتريات بتاعتك في علي بابا ده بالنسبة للناس اللي هي بتبيع في السوق الامريكي اما الناس اللي هي بتبيع في السوق البريطاني او الاوروبي هنلاقي برضو ان علي بابا بعت ايميل عن طريق تجنب دفع الدرائب دي وقت الشراء طبعا نوع الدرائب اللي هي بتدفع في امريكا بتكون مختلفة عن الدرائب اللي هي بتدفع في بريطانيا واوروبا هنا بيكون اسمها ضريبة الفات او ضريبة القيمة المضافة فبيقولك هنا ان علي بابا من حق تجميع ضريبة الفات على المشتريات اللي هي بتحصل عليه الا اذا كان المشتري اللي هو بيشتري من علي بابا ده عنده رقم فات في اوروبا او بريطانيا وكانت المشتريات اللي هو بيشتريها دي بهدف البزنس او التجارة وبمجرد ما هتزودهم برقم الفات المسجل مش هيحسبوك على الضريبة في المشتريات اللي انت هتعملها على علي بابا طيب ازاي نقدر نقدم على البيانات دي سواء للسوق الامريكي او الاوروبي او البريطاني هندخل على حسابنا في علي بابا وبعدين هنيجي هنا فوق عند الجزء اللي مكتوب عليه ماي علي بابا ده وبعدين هنيجي تحت هنا وهندغط على اكاونت بعد كده هننزل تحت خالص هنا وهنختار تاكس انفورميشن هنلاقي هنا امكانية تقديم البيانات الدربية لأي بيع بيشتري من علي بابا وبيبيع في الاسواق دي هنا فوق للسوق الامريكي وهنا للسوق البريطاني او الاوروبي وتحت هنا للسوق الكندي خلينا نبتدي بالسوق الامريكي وهندغط على اد اور موديفاي تاكس اكزيمشن اول حاجة هنعملها هي اننا هنيجي هنا وهنعلم علامة صح على كبول الترمز ان كونديشنز علشان نقدر نبتدي في خطوات الاعفاء طبعا من الاول لازم يكون عندنا المتطلبات اللي انا اتكلمت عليها في بداية الفيديو علشان نقدر نكمل في التقديم ده بعد كده هنضغط على start my application وهنا بيطلب مننا ان احنا نختار الولاية اللي احنا مسجلين فيها البزنس بتاعنا خلينا نقول مثلا ان هي ويومينج هنضغط عليها وبعد كده بيسألنا ايه هو سبب الاعفاء اللي هينطبق علينا من الانواع دي اذا احنا تجار بيعين بنبيع على amazon او على اي منصة تانية فنختار الاختيار بتاع resale يعني احنا بنشتري المنتجات من علي بابا بغرض اعادة بيعها مش بغرض الاستخدام الشخصي بعد كده هنضغط على continue في المرحلة دي بيطلب مننا ان احنا نملى بيانات عن الشركة بتاعتنا او عن البزنس بتاعنا زي اسم الشركة وتخصص الشركة والعنوان بتاعها هنملى برضو البيانات الخاصة بالشركة بتاعتنا وبعدين هننزل تحت ونضغط على continue بعد كده هيودينا على المرحلة اللي بعدية وهي معلومات تانية اضافية عن tax information او معلومات عن الضرائب بتاعتنا الجزء ده ممكن تلاقوه بيختلف اختلاف بسيط عندكم على حسب الولاية اللي انتم مسجلين فيها انما تقريبا الاسئلة الرئاسية بتكون واحدة فبيسألنا هنا ايه هو نوع شهادة الاعفاء الضريبي اللي موجودة عندنا وغالبا ما هتكون resale اذا كنا بيعين بنبيع على amazon او على اي منصة تانية في السؤال اللي بعديه بيسألنا ايه هو نوع البزنس اللي احنا بنمرسه طبعا ده هيكون بناء على نوع البزنس اللي احنا مسجلينه بس عادة للناس اللي بيتبيع على amazon هيكون الاختيار ما بين يا اما wholesale او هيكون retail trade الريتيل اللي هو البيع بالتجزئة والهولسل هيكون البيع بالجملة فخلينا نقول ان احنا التصريح بتاعنا عبارة عن بيع بالتجزئة وبعد كده في السؤال الاخير بيسألنا اذا عندنا registration number او رقم تسجيل في الولاية اللي احنا مسجلين فيها اللي هو هنا في المثال ده يعتبر ويومينج فهننلوقع عندنا registration number وهنكتب هنا ال identification number بتاعنا وبعدين هنضغط على continue بعد كده بيطلب مننا ان احنا نمدي هنا في الجزء ده نقدر بكل سهولة نيكي بالماوس ونمدي الامضة بتاعتنا وبعدين هنضغط على continue وبعد كده هنضغط على submit كده احنا قدمنا الطلب بتاعنا وهنستنى الموافقة تجلنا على الطلب ده ده بالنسبة للسوق الامريكي بالنسبة للناس اللي هي بتبيع في اوروبا او بريطانيا فالموضوع هيكون مباشر اكتر اذا ارجعنا تاني للصفحة بتاعت tax information في علي بابا هنلاقي هنا الجزء الخاص بالناس اللي هي بتبيع في اوروبا وبريطانيا فهنضغط على add VAT او GST information هنضغط عليها هنلاقي بيسألنا هنا في اول سؤال رقم ال VAT بتاعنا ده مسجل في اي بلد المثال بتاعنا هنا هيكون في بريطانيا فنختار united kingdom وهنضغط عليها وانا في النقطة اللي بعدها دي بيقولنا اكتب رقم VAT او GST بدون الجزء او الكود المخصص بالبلد بتاعت الرقم ده كل بلد في اوروبا بيكون لها كود بيكون مكتوب جنب رقم VAT ده علشان يحدد الرقم ده متسجل في اي بلد زي ما تشايفين دي هي البلاد واللي جنبيها دي هي الاكواد واذا نزلنا تحت هنا هنلاقي الكود بتاع بريطانيا هو ده GB يعني اذا كان الرقم بتاعنا متسجل في بريطانيا فهيكون الرقم الدريبي بادئ بالكود بتاع البلد اللي هو الجي بي وجنبيه رقم VAT هو هنا بيقول نحط الرقم من غير الكود ده فهنكتب الرقم بتاعنا اللي مسجلين وبتاع الفات هنا وفي الجزء الاخير ده هنا بيطلب مننا ان احنا نحط اسم الريجستريشن او التسجيل بتاعنا اللي هو الاسم الكامل للشركة بتاعتنا يعني فهن يجي هنا في الجزء ده وهنكتبه وبعدين هنضغط على verify بس كده هنلاقي دلوقتي الرقم بتاعنا بقى موجود هنا وهنا اسم البلد اللي هو مسجل فيها وبيقولك على جنب هنا مكتوب كلمة review in progress اول ما يتم الموافقة هتلاقي وصل لك ايمان من علي بابا ومش هتلاقي موجود في الفواتير بتاعتك وانت بتحاسب على علي بابا الجزء الخاص بالضريبة زي ما نشايفين الموضوع بسيط ومش محتاج الالق ده وبخطوة بسيطة قدرنا نوفر على نفسينا مصاريف على البزنس بتاعنا واذا حابين تعرفوا اكتر عن البيع على امازون وتنضموا للكورس التدريبي اللي بيكون فيه شرح مفصل لجميع خطوات البيع على امازون بالاضافة للمتابعة الشخصية من خلالي هيزر علي ميني فيديو بتكلم فيه عن تفاصيل الكورس شوفوه واشوفكم المرة الجاية سلام